كشفت مصادر مطلعة ليو تيفي ان مكافاة تسلم بطاقة الناخب التي اعلنتها المفوضية مقدمة من هيئة الاعلام والاتصالات بالتعاون مع شركات الهاتف النقال المصادر قالت ان المكافاة عبارة عن كارث اعادة تعبئة الرصيد من دون تحديد قيمته فيما اوردت وسائل اعلام محلية ان من يتسلم بطاقته فسيحصل على كارث بقيمة عشرة الاف دينار وكانت المفوضية اعلنت امس في بيان تخصيص المكافاة للتشجيع على مشاركة اوسع في الانتخابات